اشتركوا في القناة الليلة المنتخب الوطني يواجه موريتانيا لحاسم التأهل لكأس أمم أفريقيا الأهل يواجه شبابه وديا في البروفا الأخيرة قبل الصفر إلى الإمارات الزمالك يستانف تدريباته اليوم استعدادا لكأس السوبر المحلي ربطة الدوريات الأوروبية واتحاد اللاعبين المحترفين يتهمان فيفا بإساية استخدام النفوذ بسبب كأس العالم للأمدية من العنوين نروح معاكم لآخر أخبارنا والبداية مع أخبار منتخب مصر ومباراته اليوم أمام موريتانيا خلونا نستعرض معاكم معيد الجولة الرابعة للتصريات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وأبتدي معاكم باب المباريات اليوم وتصريات كأس أمم أفريقيا والجولة الرابعة كل المباريات الرهولة لحضراتكم دي الساعة أربعة مساء ليسوتو أمام الجابون، السودان أمام غانا، تشعد أمام زنبيا، تانزانيا أمام الكونغو الديموقراطية جنوب السودان أمام أغندا، ملاوي أمام السنغيل كل المباريات اللي أنت لحضراتكم دي الساعة 4 بعد كده تتيجي مباريات الساعة 7 مساء موريتانيا أمام مصر بوتسوانا أمام كابفيردي رواندا أمام بنين النايجر أمام أنجولا سيرليون أمام كوتيفور غينيا بيساو أمام مالي الكونغو أمام جنوب أفريقيا كل المباريات دي الساعة 7 مساء وأخينا المباريات الساعة 10 مساء أثيوبيا أمام غينيا أفريقيا الوسطى أمام المغرب جزر القمر أمام تونس المباريات دول الساعة 10 مساء بياخد منتخب مصر بقيادة كابتن حسام حسن الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مهمة جدا وحسيمة طبعا أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصويات المؤهلة لأمم أفريقيا 20-25 اللي هتكون في المغرب بيدخل منتخب مصر المباراة وهدفه تحقيه نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل من أجل ضمان بطاقة التأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا 20-25 بالمغرب مباشرة وعايز أقول لكم أن خاد منتخبنا ميران واحد على ملعب المباراة أمس وبعد كده طبعا عقد كابتن حسام حسن وجهازه مع اللاعبين أكتر من جلسة الحديث عن أهمية المباراة وضرورة التركيز واللعب طبعا بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم من أجل أكيد تحقيق الهدف من المباراة وحسم العبور رسميا خاصة وأن أصحاب الأرض بيسعوا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في القاهرة بثنائية نظيفة طبعا منتخبنا بيتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وبيجي بعده طبعا كاب فيدي بوتسوانا موريتانيا والثلاث منتخبات عندهم 3 نقاط أما منتخب مصر عنده 9 نقاط زي ما قلت لحضراتكم ونتير دلوقتي بقى لموريتانيا ومراسر قناة عن تايم سبويتس الزميل العزيز خالد رز يكلمنا أكتر بقى عن الأجواء والاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المباراة برحب بك يا لينا طبعا برحب بكل مشاهدي كونتايم سبورتس في كل مكان طبعا خلاص ساعات قليلة بتفصلنا عن مواجهة منتخبنا الواطن المصر أمام منتخب موريتانيا مباراة أكيد هتكون صعبة مش سهلة منتخب موريتانيا من المنتخبات يعني اللي ظهروا بصورة جاهدة في مباراة الأولى في القاهرة بالتأكيد كان أداء كبير لمنتخب موريتانيا عندهم عناصر قوية بيلعبوا بالتحامات قوية بالتأكيد وده يمكن التكلم فيه كابتن حسام حسن مع اللعبين في المعسكر وكان فيه تعليمات كتيرة جدا عن كيفية الدفاع والموازن من الدفاع والهجوم وأن يكون فيه تركيز من كل لعب في المباراة النهاردة وما يكونش اللعب على التعادل أو على النقطة الوحدة لأن طبعا هتكون مباراة صعبة لغاية آخر دقيقة ممكن أي حاجة أو أي سناري يكون موجود ولكن طلب اللعبين باللعب بتركيز وعلى الفوز في هذه المباراة وضبان التلات نقاط وانتهاء المباراة بصورة تكون جيدة لمنتخبنا الوطن المصري طبعا فيه مران الأمس مبرح كان أول يوم يتمرن عليه على الملعب الرئيسي لعبي منتخبنا الوطن المصري لكن كان التاني مران بعد المران الأول اللي كان فيه الكاهرة بزيت في التجمع الخامس كان ملعب نجيل صناعي أيضا كان هناك مران عليه عشان يكون اللعبين عندهم إحساس باللعب على الملعب النجيل الصناع طبعا بيكون مختلف اختلاف كبير عن الملعب النجيل الطبيعي وفيه بداية المران أول حاجة اللعبين عملوها نزلوا بالكورة كلهم كانوا بيجروا فيه أرجاء الملعب عشان يتحسسوا الملعب ويعرفوا تفاصيل الملعب ويعيشوا مع أجواء الملعب بالتحديد كمان المباراة هتكون بتوقيت موريتانيا الساعة 4 العصر فبتكون درجة الحرارة عالية شوية فده يمكن بيفرق شوية فيه طريقة اللعب وكمان هيكون فيه عدد كبير من الجمهور يمكن التكتس تبعت على يومين وكان فيه توفض كبير جدا من كل المتواجدين في موريتانيا عشان يكونوا حاضرين لهذه المباراة ويتابعوا المباراة عن قرب وعايز أقولك ان كمان الشعب الموريتاني عاشق ومحب جدا لمصر والمنتخب المصري وكلون بيتمنوا الأداء الجاد للمنتخب بشكرة جدا الزميل عزيز خالد رزق وطبعا كلم كتير جدا عن ملعب مباراة منتخب مصري أمام موريتانيا خصوصا وين الملعب من الجيل الصناعي تعالوا بقى كده روح نشوف تقرير عن ملعب المباراة عملوا لينا الزميل عزيز خالد رزق من موريتانيا كل التحقق لكم مشاهدينا في كل مكان احنا الآن متواجدين في ملعب شيخة بيدية وهو الملعب اللي هيقام عليه مباراة منتخبنا الوطن المصري أمام المنتخب الموريتاني ملعب شيخة بيدية سمي على اسم أحد رؤساء الاتحادات السابقين لموريتانيا بالتأكيد ويعني ملعب بيسع عليه 8000 مشجع ومن المتوقع حتى هذه اللحظة أنه يكون في عدد كبير جدا نقبال كبير جدا على مشاهدة المباراة هناك عدد كبير من تذاكر اللي تم يعني نفاذها في الساعات القليلة الماضية ومن المتوقع أنه ممكن الملعب يكون ممتلئ غدا عن آخر لهذا الحدث ملعب بيكون من النجيل الصناعي يمكن ده اللي خلى كابتن حسام حسن أنه هو يكون فيه مران خاص في القاهرة في التجمع الخامس على ملعب النجيل الصناعي وقبل المباراة بالتأكيد هناك يعني مران اليوم على هذا الملعب على النجيل الصناع عشان يكون فيه استعداد جيد للعبين لخوض هذه المباراة طبعا كل التمانيات المنتخبنا الوطن المصري بخوض مباراة قوية وإن شاء الله يحصد فلاث نقاط ويكون كما المعتاد على رأس المجموعة ويؤهل بطول الكأسهم الأفريقية 20-25 بالمغرب خلونا دلوقتي ما نروح نشوف تقرير مع الجماهير الموريتانية وتوقعهم طبعا لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا شكرا لكم على هذه الاستضافة أنا نتوقع إن شاء الله منتخبنا إن شاء الله كل شيء إن شاء الله جيد إن شاء الله نتوقع إن شاء الله يكون تكون مبارئة إن شاء الله على ما يرام إن شاء الله وبإذن الله نتوقع هدف يكون إذنين لمنتخبنا موريتاني تقردك هدفين عشانا نحن نجب ننفك هدفين في مصر يكون منتخبنا إذنين وانتخب مصر لا شيء بقى لا شيء واحد والله عارف والله عارف إن نتيجة ذهب كانت نتيجة ذنين السفر بصعوبة بشكل مفزبستولينا والله كنت مبسوط من الأداء منتخب موريتانيا أمام منتخب مصر في الكاهراء والله كنت مبسوط كانت فيها أخطاء في الدفاع كانت فيها أخطاء في الشوت الثاني الشوت الأول زي ما شاهد العالم كان الشوت الأول كان الشوت متكافئ خصصا الحمد لله خصصا في الوسط وفي الدفاع لكن الشوت الثاني خلقت أخطاء فردية بالتالي تغلبتوا على نهرين السفر لكن أتوقع إن مبارئة إياه بغدل في العاصمة وشوت حد تكون إن شاء الله تصالح هكذا توقع لاعب الجيل حالي محمد صلاح وفيه تريزيغي مرموش والله تريزيغي أنا عجب نمو تريزيغي تريزيغي لعيبة 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 كويس دائما الأخوة الموريتانية صلت الضوء إلى محمد صلاح وأنا بالعكس هنقول تريزيغي أكثر خطورة بالنسبة لها أتوقع النتيجة 1-0 أتوقع 1-0 أتوقع كاميرا حاجي بالقلغات إن شاء الله وراءة جيدة نحب منتخب المصر ومنتخب الموريتان أيضا ويمكن تعادل 1-1 أو 0-0 نتابع دول مصر الحمد لله كل وقت دول سعودي ودول مصري كل الكرات الحمد لله متابعة الحمد لله أقول لي بقى لو حصل المنتخب مصر كسب بكرة هتبقوا جعلنين الموضوع هيبقى كويس كويسين بين مصر أخواننا وإحنا أخواننا هاي كرة الغداء هكذا نحبهم حتى لو خسرنا نحن نحب أخواننا مصر ولو نأتيجة مالي صالحنا نحبهم أيضا أنا أتوقع تعادل تعادل هدف لهدف هدف لهدف شفت الماتش الأولاني بين مصر وموريتانية في الكاهرة شفتو بقى وكان رأيك كيف الماتشف أداء المنتخب الموريتاني أو أداء منتخب مصر أداء منتخب مصر كان أداء جيد رغم أنه لسه من الجمهور الرياضي لكن كان دفاعي أكثر وربما المصريين بخبرتهم وبتجاربهم ولاعبتهم خاصة محمد صلاح استطاعوا تقلب بفلاحة الأخيرة لكن بشكل أنفس لكن نتوقع أنه لا يقعد من يكون القلب وحسب رأيي الاحتمال الكبر هو تعادل عدم وجود محمد صلاح نعتبره خسارة لأننا نتمنى أن يأتي محمد صلاح لهذه الأرض نحتفل معه له جمهور عريض عريض جدا كان يتمنى أن يكون محمد صلاح في النهاية نحن أخوة وروابط أخوة بين الشعبين أكثر هي جدا من روابط الرياضة ولا شك عن عدم وجود محمد صلاح خسارة طبعا رؤية فنية أكثر لمبارات مصر أمام موريتانيا اليوم بينضم لنا عبر الهاتف كابتن نادر السيد طبعا نجم حراسة مرمى منتخب مصر السابق كابتن نادر برحب بحضرتك ومبسوطة جدا حركت معنا في أخبار أون تايم يارينا وأنا كمان والله جدا يارينا إزايك أخباركي الحمد لله بكل قويس كابتن طبعا في البداية مباراة مهمة جدا مصر أمام موريتانيا عشان خلاص منتخب مصر يحسم التأهر رسميا طبعا لأمم أفريقيا مغرب عشرين خمسة وعشرين شايف مبارات النهاردة إزاي والله أنا شايف المباراة صعبة لأن المباراة اللي كانت ما كانتش مباراة سهلة أبدا رغم التفوز يعني تنسرش أنا شايف مباراة صعبة جدا لأن فريق كويس جدا منظم تتعين وعنده كمان يعني عنده قدرات رجمية وكمان في ملعبه وأنا عارف أن طبعا ظروف الملعب وطبيعة الملعب أكيد مختلفة تماما عن الملعب اللي اللي عيبت كلها تلعقيا حتى في دور المصري أو في الدورة أوروبية إنما في الآخر الأجواء الأفريقية لازم بنمر بكل الأحداث دي وأنا الحقيقة يعني برضو بحي جدا كابتن حسام حسن في تفهمه في موضوع في مصطفى محمد ومحمد صراح وأنا شايف أنه كمان بالعكس فرصة كويسة كمان أن بعض اللعيبة اللي ما شكاش المرة اللي فاتت أو المشروط اللي فاتت يكون عنده برضو فرصة أن اللعيبة تدخل في الاحتكاك الدولي يعني أنا مباراة بشكل عام مباراة صعبة كابتن نيدر هاخد من كلام حضرتك وحريكو تيستب تتكلم عن المباراة اللي فاتت أمام موريتانيا والمباراة فعلا ما كانتش سهلة لا أهو منتخب موريتانيا منتخب مش سهل منتخب صعب فلو سألت حضرتك عن إيه أبرز نقاط الكوة في منتخب موريتانيا من وجهة نظر كابتن نيدر أولا هما الفرقة خدت الصخة الدولية والاحتكاك الدولة من بطولة أفريقيا لفاتت بعد النتاج الجيدة جدا لعملتها شخصية الفريق دايما من شخصية المدرب عنده صفات شخصية قيادية كويسة جدا الفرقة متأثرة جدا بيه في نفس الوقت الالتزام الدفاعي ده شيء مهم جدا وكمان يعني التحول الهجومي كمان بيبقى بيبقى بالعكس احنا شفنا المصر الفات كان فيه تهديدات كتيرة جدا لعملتها الشيناوي صح فأنا شايف ان كمان معوجود الجماهير بقى والحمس الجماهيري وبعدين مباراة مصر بالنسبة للموريتانيا هي مش مباراة ثلاث نقاط بس إنما مورا يعني إثبات للذات يعني لأنه هو كل الفرق المنافس في المصر في المجموعة عارفين كويسة قوي إن المصر بقدراتها وإمكانياتها ودعيبتها وتاريخها إن هيها تبقى في أول المجموعة فكلهم بيتنفسوا عن التاني يعني فالموراة الموراة مصر دايما موراة معنوية وكمان ثلاث نقاط يعني فانا شايف اللي دي بتبقى صعوبة المباراة يعني فدي صعوبتها وده قدرنا هياخد من كلام حضرتك برضو لسه قم نتكلم عن غياب محمد صلاح ومصطفى محمد من وجهة نظرك شايف كابتن حسام حسن إزاي هتعامل مع غياب طبعا محمد صلاح ومصطفى محمد أولا أنا بحقيق جدا على تفهمه بالموضوع ده وفي ناس الوقت كمان صلاح قيمته جددا بالنسبة لنا يعني يعني مش يعني صلاح أو مصطفى أو كل اللعيبة المحترفين أوروكيا وطبعا لعيبة بحلين بس خلانا نكون وقعين قيمة القيمة التسوقية والمادية والفنية للعيبة اللي محترفين خارجيا صعب جدا نحن نحطوه في بعض الأوادس أجواء وخاصة الملعب غير ملأمة الملعب اللي جيل الصناعي تبقى صعبة صعبة جدا وبعدين من هنا لنا لازم احنا كمان كعلام وانت كمان كعلامية وقناة أون سبورس يعني لها صادر كبير جدا على المجال الأعلامي العربي الأفريقي لازم ان احنا نطالب ان المتشاط التصفيات الأفريقية سواء الكاشة على المتشاط الأفريقية ما ينفعش تكون على النجيل الصناعي يعني ممكن نجيل الصناعي دي اللعيبة الهواة ممكن في المباراة الأولى في تصفيات دولة أفريقية وكاسة الكونفترالية انما ما ينفعش ابدا يتدار عليها ماتش دولي هيتأهل منه فريق ليه البطولة الأفريقية وخاصة ان البطولات الأفريقية يعني في المغرب أو غير المغرب شرط أساسي من الشروط ان الملاعب تكون ملعب كلها نجيل طبيعي فلازم نتحلق فيه يعني الأسف الشديد هما بس بيعتمدوا الملاعب النجيل الصناعي في المتشاط الدولية فقط لغير ماتش خير فلازم نطالب بكده الحقيقة كابتن لازم برضو اتكلم مع حضرتك عن تشكيل منتخب مصر لمباراة النهاردة احنا كاننا كده جالنا التشكيل الأقرب لمنتخب مصر النهاردة فخليني برضو اقولوا لحضرتك وإحنا على الهواء ان حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد حمدي محمد عبد المنع مرامي ربيع أحمد عيد خط الوسط مروان عطية محمود صابر أحمد مصطفى زيزو أما أخيرا قتل هجوم تلزجي إبراهيم عادل أمر مرموش عايزة عرب أرأي حضرتك ايفر التشكيل أعتقد أعتقد مرموش كمهاجم يعني طبعا هو كمهاجم رقم تسعة طبعا مرموش التعب كويس جدا بس أنا شايف أن مرموش يكون أفضل دايما فيه أنه يكون يعني زي مرزقال في تسعة ونصف يعني إذا كلاعب متحدك كمهاجم متحدك ما يكونش مهاجم ثابت يعني دايما معايير المهاجم الثابت زي محطف الحمد زي مثلا فرضا مع أعتقد أسامة فيصل موجود في المستخب هو دايما المهاجم الثابت اللي هو رقم تسعة إنما ممكن الكابتا حسامي يكون عايز يعمل فيه لأنه هو بدي عايز أقول لك بدي حرية كبيرة جدا للعابة الوسط الهجومي توازيزه أو مرموش أو تريزيجي أو برام عادل أو مسافاتها لما بيرعد أو صلاح بيدوم حرية حركة فبالتالي بيبقى فيش ونفيش أي تقارب في المراكز فممكن يكون جدا بيفكر إنه بقى مرموش كلام متحرك مش لعب ثابت كمهاجم إنما التشكيل هو التشكيل الأعرب والأمثل بس أنت قلت تاني مين هلعب مع رامي ربيعة تمام خليني يقول لحضرتك تاني هلعب مع رامي ربيعة عبد المنعم ومحمد يعني عندك محمد حمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأحمد عيد ده خط الدفاع تمام يعني الإصابة تمام بالنسبة لعب مينعم ده المهم يعني هل هو جاهز يعني وإن كان كان مصاب أعتقد آه بس هو جاهز وخلاص شارك مبرح في التدريب بشكل أساسي لا طبعا التشكيل هو التشكيل الأعرب والأمثل وأنا شايف أن كبتحسام هيدي كمان لعيبة تانية زي مادي محمود صبر نهاردة أبو صكر محمود صبر وبيدي برام عاد المساحة أكبر أكيد هيبقى مصطفى فاتحي عنده برضو كده عنده فرصة هيتلاقيه وصفى ما فيه صغير عنده فرصة فأنا شايف الحقيقة أن كبتحسام بيعمل تلاحهم للأجيال كمان بشكل جيد يفيد المتخب دلوقتي أو بعدين كبتحسام أخيرا توقعتك إيه لمباراة مصر أمام مورتانية اليوم دايما دايما هي لينا دايما هي مش توقعتنا هي تمنياتنا بالفوز النبع عجب لي جدا تصليح كابت نفسهم أنه قال دايما المتشاطة الخارجية أنا بالعب على المكسب ثم أنا عندي نتيجتين فأنا أتوقع جدا لو مكسب ماشي المباراة مش هنخسام مباراة كابتان نادرسي بشكر حضرتك جدا على مداخلتك هنا طبعا في أخبار ورؤية حضرتك الفنية لمباراة مصر المورتانية اللي هتكون النهاردة إن شاء الله تعالوا نكمل كلامنا بقى عن منتخب مصر وعايز أقول لكم بيحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم عشان يسجل رقم قياسي طبعا بالوصول للفوز للربع للفوز عفوا الرابع على التوالي في تصفيات أمم أفريقيا وعايز أقول لكم لم يتمكن منتخب مصر من تحقيق أربع انتصارات متتالية في أول أربع مباراة منذ طبعا تغيير نظام واثنين والتصفيات الحالية خلونا بعد الوقت نحن نشوف كده تقرير مع معالي السفير خالد يوسف سفير مصر في موريتانيا ونعرف منه كده كل ما يخص آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة مصر وموريتانيا برحب بكم مشاهدين ومازلنا مستمرين في تخطية مباراة منتخبنا الواطن المصر أمام المنتخب الموريتاني من دولة موريتانيا طبعا متواجدين الآن مع معالي السفير خالد يوسف وهو سفير جمهورية مصر العربية بدولة موريتانيا يعني معالي السفير برحب بسيادتك والأول بشكر حالك على الاستضافة وعلى حسن الاستقبال بالتاج أهلا وسهلا بيكو برحب بون تايم سبورتس وجميع المشاهدين وبرحب طبعا بالمنتخب بتاعنا احنا يعني صعداء جدا بتواجده في موريتانيا مباراة يعني كنا في استقباله وكنا يعني مبسوطين جدا بوجوده وقمنا بتاسير كل الأمور خدناهم على قاعة الكبار الزوار وبالتنسيق مع الجهات اللي في المطار يدعنا ننظف عدد كبير من ضباط الجوازات لتسهيل الأمور في أسرع وقت ممكن في الحقيقة يعني نسو أداء جدا أن أنا سعيد جدا أنا وزملائي أن احنا يعني كنا موجودين في شرف استقبال الفريب الكامل وفي حديثي مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم اتكلمنا عن الأداة المتميز للفريب بتاعنا في مصر واتكلمنا عن اللعب نهوت برضو في موريتانيا الفريق القومي برضو بتاعهم يعني يعني تطور نفسه بشكل كبير خلال كم سنة اللي فاتوا فنتمنى يعني كل التوفيق للفريقين وإنه يبلغ اللعب حيث يكون إن شاء الله بشكل جيد والأجواء حتكون جميلة الشعب الموريتاني عمتا يعني شعب بيحب مصر جدا 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 بيعتبر مصر كنها الأخ الأكبر فإحنا حاسين ولمسين الموضوع ده يعني سواء بتكلم المسؤولين رجال اللي هم في الشارع أي حد أول ما بيعرف أنك مصري بيبقى فيه مدسطة كده أنت زي أخناك كبير مصري دي كبيرة يعني فالحمد لله إحنا مبسوطين بوجودنا هنا في الحقيقة إحنا يعني الكسم الكنسولي للسفارة هنا إحنا عاملين برضو واتساب جروب للجالية المصرية لسهولة التواصل معهم وبرضو طبعا لنا أرقامهم وعندنا أرقام لرموز الجالية فإحنا بالفعل المتواصلين معهم بقالنا فترة الجالية مش كبيرة هي محدودة جدا يعني أعتقد يعني يمكن فوق 100 150 أو حاجة وأتوقع أن ممكن عشان برضو ممكن يبقى فيه يعني إنشغال بعضهم في عملهم ممكن يحضر منهم مثلا 60 أو 70 بكرة معنا إن شاء الله لأتوقعت أن يحضر العدد ده وإن شاء الله حيحضر العدد ده إحنا لسه يدوبك لأن لسه مستلمين التذاكر من الجانب الموريتاني وزملاء حاليا دلوقتي بيتواصلوا معهم بيشوفوا التوصيل التذاكر هده بعملة إزاي جزء منهم يجوا ياخدوها من السفارة ممكن جزء تاني هنوزعها بمعرفتنا عليهم برضو فإن شاء الله خير هو فندق الإقامة يعني مش هيكون يعني أهل يمكن من 10 دقايق للستاد إحنا منصقين مع برضو الجهات الأمنية حيبقى فيه بوليس أسكورت وفي عربية هتكون ومتسكيلات وغيره فإحنا متطمينين إن شاء الله الأمور هتكون تماميا خلونا كمان نعرض كده رئيس صحافة الموريتانية في مباراة مصر وموريتانيا من خلال طبعا لقاء صحفي مع الموريتاني طبعا إبراهيم محمد رحب بيك على قناة تونتايم سبورت أجواء مباراة أكيد مهم منتخب موريتانيا أدى مباراة قوي جدا في القاهرة ولكن هزيمة أمام منتخب المصر بدأ في المقابل لشيء هناك مباراة أخرى إن شاء الله غدا عايزنا نعرف التفاصيل والصحافة المرتنكة بتكتب إيه من بعد المباراة الأولى أمام المنتخب المصري رحب بيك شكرا على الاستضافة طبعا قدمنا مباراة جميلة جدا أمام المنتخب المصري هناك في القاهرة على الأقل لم نكن نستحق الخسارة الجميع تحدث عن الأداء الجيد المرضود الجيد لللاعبين والجميع ينتظر هنا مباراة العودة ضد المنتخب المصري بعد قد الجميع يجمع على الأداء الجيد والرائع للمنتخب الوطني في مباراة الذهاب هناك في القاهرة طبعا قدمنا 69 دقيقة حتى قبل الهدف الأول للمنتخب المصري كنا نقدمنا أداء جيد جدا رغم نالك تلقينا هدف على الأقل لم نكن نستحق الخسارة وقدمنا أداء جيد سنبني عليه إن شاء الله تعالى في مباراة الغد لتقديم إن شاء الله مباراة طريقة بالمنتخب الوطني إن شاء الله تكون مباراة شاء الله بكرة مباراة جميلة إن شاء الله الجميع متأهب حتى الآن لا يوجد الحمد لله إصابات الجميع متأهب للمباراة الغد الجميع اتفق على النسيان خسارة مباراة الذهاب وتصحيح المسار قدا ما من المنتخب المصري وتقديم أداء جيد على الأقل الجميع يبحث عن الانتصار قدا ما من المنتخب المصري بأي نتيجة عطفا على الأداء في مباراة الذهاب هناك في القاهرة الجميع عذبت بأن الأداء المقدم طيلة المباراة الذهاب سنبني عليه قدا إن شاء الله تعالى من أجل تحقيق المسار ونجيل الانتصار قد لا خيار أمام الناس والانتصار طبعا ملعب شيخة البويجية تسع لـ 8200 متفرش طبعا نجيل الصناعية طبعا كان في حديث كتير الأخوة المصريين عن اللاعبين تغيبوا بسبب الملعب يحتوي على نجيل الصناعية طبعا المنتخبات الكبيرة اللي جات هنا في موريتانيا عانت عنت انتخبات شوفنا المنتخب السنغالي هنا فاز علينا بصعوبة بهدف دون اراد تعادنا مع المنتخب المغربي يعني هنا جميع المنتخبات تعاني في هذا الملعب الملعب شاء الله تعالى سيكون متلع عن آخره غدا من أجل الموازرات الجميع من أجل الموازرات المنتخب الوطني ضد المنتخب المصري تحدث البعض عن النجيل الصناعية طبعا بعض اللاعبين لا يفضلون اللعب على النجيل الصناعية وفضلون على اللعب على النجيل الطبيعية وهذا هو ربما تحدث البعض عن سبب غياب محمد صلاح عن سبب غياب مصفى محمد اه مصفى محمد عن سبب يراحتهم بأن هناك نجيرة صناعية خصوصاً المتخب المصري الآن متصدر المجموعة يعني تسع نقاط تقريباً لأمور شبه محسوم لأن المتخب المصري الآن يبحث عن نقطة من ثلاث مباريات ما منتخب الوطني وما منتخب بوتسوانا ورسل أخضر تقريباً لأمور شبه محسوم للمتخب المصري لذلك تمت راحة محمد صلاح طبعاً كنا نتمنى نجم عالمي محمد صلاح أن يكون هنا في النواكشوت وأن يكون في الملعب ملعب شيخة البويدية طبعاً سبقوه لاعبين كبار مثل ساديو ماني، مثل كوليبالي، خالد كوليبالي لاعب الهلاج السعودي يعني حكيم زياش يعني لاعبين كبار هنا سبقوه ملعب شيخة البويدية كنا نتمنى تواجد محمد صلاح تواجد مصطفى محمد تواجد جميع العناصر المنتخب المصري طبعاً المباراة ستكون صعبة على الطرفين وخاصة المنتخب المصري سيعاني كثيراً المنتخب المصري سيعاني كثيراً لدينا نقطة ربما تكون إيجابية هي نقطة الجماهير والأرضية ربما تختملها كثيراً خصوصاً المنتخب المصري ربما البعض تحدث أنه ليس متعود على اللعب على النجلة الصناعية بالضغط ليس متعود على نجلة صناعية متعود على نجلة طبيعية ونحن متعودون على اللعب عليه لذلك المنتخب المصري سيعاني كثيراً قد نمام المنتخب الوطني والجماهير أيضاً ستوازر المنتخب الوطني شاهدنا بالامس اقبال على تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظير مصر لأنك ستكون مباراة صعبة صعبة جدا على المنتخب المصري ونتمنى توفيق للمنتخبين الوطني إن شاء الله بعيدا عن مباراة مصر وموريتانيا عايز أقول لكم أن أعلن الاتحاد أفريقي لكرة القدم كاف إيه حالة ملف مباراة ليبيا ونيجيريا للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب بعد الأحداث اللي حصلت خلال الساعات الأخيرة خليني برضا أقول لحضراتكم كده حكاية بدأت لما توجهت الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب النيجيري إلى ليبيا لكن الطائرة ما هبطتش فيه مطار بنينة بسبب خطأ فني في المطار ونزلت فيه مطار الأبرق اللي بيبعد أكتر من 200 كيلو متر عن مدينة بنيغازي اللي كان طبعا من المفترض أنها تستضيف المباراة المشكلة إن لعبي نيجيريا فضلوا في المطار أكتر من 12 ساعة بدون إنهاء إجراءات استقبالهم وبالتالي قرر لعبي نيجيريا عدم خود اللقاء والعقدة مرة تانية لبلادهم بالطائرة الخاصة وعايز أقول لكم الكاف أكد أنه بيتواصل مع مسؤولي البلدين بعد طبعا ما غادرت باثة المنتخب النيجيري الأراضي الليبية بدون خود طبعا منتخب لمواراته أمام نظيره الليبي اللي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الثلاث بعد طبعا ما فاز المنتخب النيجيري على ليبيا يوم الجمعة اللي فاتت بهدف دون مقابل وقتها التالي طبعا اتهامات من الجانب الليبي بين نيجيريا تسببوا كده في حرب نفسية على اللاعبين اللي برضو نزله في مطار بعيد جدا عن مكان إقامة المباراة وكمان سفروا بريا مسافة كبيرة جدا بدون تأمين وعايز أقولكم نحول مسؤولي الكعف الملف كله لجنة الانضباط وهننتظر قرارة طبعا الاتحاد الأفريقي بشأن المباراة ونتيجتها أو إعلان موعد جديد لقامتها لسه مع تصفيات كأس أمم أفريقيا ونجح منتخب الجزائر وكمان منتخب الكاميرون في حسم تأهلهم لكأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في المغرب علشان ينضموا لمنتخب كينيا فاسو اللي كان أول منتخب بيضمن تأهله للبطولة منتخب الجزائر فاس خارج أرضه على توجه بهدف أحرازه طبعا رامي بن سبعيني علشان يرفع رصيده لـ 12 نقطة وعايز أقولكم هو ضمن التأهل المرة الـ 21 في تاريخه والسبع على التواري بغض النظر عن نتيجة آخر جولتين بينما طبعا منتخب الكاميرون حق الفوز خارج أرضه على كينيا بهدف دون مقابل علشان يوصى رصيد منتخب الأسود الغير مروضة إلى 10 نقاط وضمن التأهل لكأس الأمم طبعا قبل جولتين من نهاية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية من أخبار منتخبنا الوطني وأخبار تصفيات أمم أفريقية تعالوا بقى نروح لجولة في أخبار الأندية المختلفة البداية هتكون مع آخر أخبار النادي الأهلي وفي إطار طبعا الاستعداد لبطولة السوبر المصري الفريق هيخد ترايماتش كده بين لعاب الفريق ومشاركة عدد من اللاعبين الشباب وفي آخر طبعا بروفا والدية قبل السفر للإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري اللي طبعا هبدأها الأهلي بمواجد سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري من أجل أكيد تجهيز لعبته البودلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كمان كفاءة لعاب الفريق الفنية والبدنية بيرغب مرسال كولير المدير الفني من خلال خوض مباريات ودية من طبعا استعادة اللاعبين حساسية المباريات الرسمية وزيادة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين الجدد والقدامة وكمان تنفيذ بعض الجمل الفنية اللي بيانوي تطبيعه في الموسم الجديد لسه مع أخبار النادي الأهلي وهينتظم المدفع المغربي أشرف داري في تدريبات الجماعية اليوم بعد ما أثبت الفحص الطبي اللي أجرام مساء أمس يوم الاثنين سلمته بعد شكوى من كدمة بسيطة وعايز أقول لكم أن أصبح أشرف داري جاهز لتدريب دفاع الأهلي والظهور بالأميس الأحمر للمرة الأولى في بطولة السوبر ال محلي بعد غيابه عن المواجهات السابقة بعد إصابته مع منتخب بلاده من الأخبار المهمة والجيدة بالنسبة للجماهير نادي الأهلي وكمان الجهاز الفني تدع علي معلول المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيل المحدد لي بعد إصابته طبعا بوطر أكيلس وعضح دكتور أحمد جابالة طبيب الأهلي أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجاري وتدريبات أخرى وسوف يتدرك كده فيه تنفيذها بشكل مختلف خلال أيام القادمة بالتنسيء أكيد مع دكتور محمد النجار أخصائي التأهيل وعايز أقول لكم من المقرر مشاركة معلول المعال الأهلي فيها تدريباتها الجماعية منتصف نوفمبر المقبل أما على سعيد بقى بطولة كاس انتر كونتنانتر خلال السعادة القادمة عايز أقول لكم الجهاز الإداري للأهلي هيرسل قائمة الفريق اللي هتخوض مباراة العين الإماراتي ببطولة كاس انتر كونتنانتر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وبتضم قائمة الأهلي اللي هتواجه العين الإماراتي 25 لعب والـ 25 لعب دول هم محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء خالد عبد الفتاح عمر كمال عبد الواحد رومي ربيع ياسر إبراهيم يوسف أيمن أشرف داري ويحيى عطية الله كريم قلد بيس أكرم توفيق مروان عطية إمام عشور عمر السلية عمر الساعي محمد مجدي أفشي أحمد نبيل كوكا كريم ندفت بيرسي تاو رضا سليم طهر محمد طهر حسين الشحات كهرباء وسام أبو علي والأهلي طلق كده خطاب من الفيفا بيفيد بين يوم 15 أكتوبر هو موعد إرسال قيمة الفريق اللي هتخوض مباراة العين الإماراتي فيفا أكد أيضا أن هذه القيمة هتكون من حق الأهلي طبعا استبدال أي لعب أو إجراء أي تغييرات في قيمة الطبعا فريق قبل المباراة بـ 24 ساعة وطبعا ما تنسوش أننا هنتبع مباراة الأهلي والعين الإماراتي من 29 أكتوبر على شاشة On Time Sports فيه تغطية هتكون أكتر من رائعة تعالوا بقى كده دلوقتي من الأهلي نروح على طول لأخبار الفارس الأبيض وتحديدا مع فريق الزمالك اللي هيستانف تدريباته النهاردة وأكيد ده في إطار استعدادات لمباراة السوبر المحلي اللي هتقام في فترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات بمشاركة طبعا أندية الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيرامينز تأتي العودة للتدريبات بعد الراحة اللي حصل عليها الزمالك أمس بقرار من البرتغالي جزي جماز المدير الفني للفريق وده بعد ما خاد الفريق تلات مباريات ودية أمام بيترو جيت وزاد وإيسترين كومب كمان الجهاز الفني بنسبة كبيرة حط يده كده على القايمة اللي هتسافر بيها طبعا الفريق للإمارات واستقار ببرتغالي جزي جماز المدير الفني على استبعاد الخماسي سيف فاروق جعفر مهاب ياسر محمد عاطف سامسون إيكنولا أحمد رفاعي من قايمة الأبيض لمنافسة طبعا بطولة السوبر المصري جماز بيرى أن الخماسي لن يضيف الفريق في البطولة لذلك هيتم استبعادهم من القايمة جماز بيدرس كمان بالشدة تواجد الغيني جيفرسون كاستا مدافع الزمالك لقايمة بطولة السوبر بسبب إصابة مصطفى الزناري وعدم موجود بديل لثنائي حمزة المثلثي وحسام عبد المجيد كمان في إطار محاولات مجلس الإدارة في إنهاء كده تحفظ لعبين قبل السفر للإمارات من أجل التتويج ببطولة كاس السوبر المحلي اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبير مكافئة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي لصرفها للاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل أكيد تحفظهم قبل البطولة طبعا بطولة السوبر المحلي وزي ما قلت لحضراتكم المقرر إقامتها في الإمارات كابتن عبد الواحد قال سيد مدير الكرة بالفريق أبلغ اللاعبين بأن المجلس هيصرف جميع المستحقات المالية من مكافئات الفوز بالسوبر الإفريقي وقيمة المكافئة الخاصة بكل اللاعب هتصل حسب اللايحة إلى 150 ألف جنيه ويتم صرفها قبل السفر إلى الإمارات تعالوا بعد الوقت نروح لحصاد الجولة التانية لدوري القسم الثاني ألف وطبعا من أخبار الدوري ممتاز نروح لأخبار دوري القسم الثاني ونبدأ معاكم من نتاج الجولة التانية لدوري القسم الثاني ألف وكانت النتاج كالتالي منتخب السويس أمام القناة القناة فاز 5-0 بروكسي فاز على طنطة 1-0 راية تعادل سلبين أمام أبو إيل الأسمدة المقولين العرب فاز على الدخلية 2-1 المنصورة خسر من السكة الحديد 1-0 بترول أسيوت تعادل أمام مصير الإتصالات 1-1 ديروت كمان تعادل أمام الترسانة 1-1 أسوان تعادل سلبية أمام كورباء الإسماعيلية ووادي دجلة برضو تعادل سلبي أمام لفيينة وعايز أقول لكم تأجيلة مباراة بلدية المحلة مع سبويتنج لموعد يحدد فيما بعد ونروح كمان دلوقتي لحصاد طبعا الجولة التانية من دوري القسم الثاني ألف والمباريات هما 9 مباريات حصل في أصف أربع مباريات أما تعادل فيه خمس مباريات الأهداف كانوا 14 هدف ركلات الجزاء كانوا أربع ركلات جزاء والهداف مصطفى سلطان نلاعب القناة برصيد 3 أهداف تعالوا نطلع للفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا في أخبار مرحب بحضراتكم من جديد دلوقتي الجيم عادنا مع فقرة الألعاب بالأخرى عايز أقول لكم نحاق فريق كورة اليد بنادي زمالك الفوز على نادي المنتدى المغربي بنتيجة طبعا 32-21 فيه ختام واجهته بالدور الأول ببطولة أفريقيا الأندية بالمغرب وبهذه النتيجة بيتأهل فريق لدور ربع النهائي المتصدر المجموعة بعد محاق الفريق الثلاث انتصارات متطالية بعد مفاصل المباراة الأولى على طبعا الفريق الإثيوبي بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميروني 30-14 في المباراة التانية ثم الفوز أمس على المنتدى المغربي بيواجه فريق رجال كورة اليد بنادي الأهلي نظيره النجم الكنغولي الساعة 9 مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة في المغرب والبطولة بتقام من فترة من يوم 10 إلى حد 19 أكتوبر الجاري وعايز أقولكم أن كان الأهلي قد افتتح مباراته بالبطولة بالفوز على ميكال إثيوبي بنتيجة 67-11 ثم حقق الفوز على CFG الكنغولي بنتيجة 38-19 بيبحث الأهلي عن تحقيق الفوز مباراة اليوم للتأهل لدور الثمانية متصدر طبعا قمة مجموعته وعايز أبرض أروح لخبر تاني عن بطولة العالم الخماسي الحديث عايز أقولكم أن أختتمت بطولة العالم الخماسي الحديث اللي صدفتها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببور فؤاد خلال الأيام اللي فاتت وشهدت البطولة تقلق اللاعبين المصريين وحصد المنتخب المصري للخماسي الحديث 140 مديليا متنوعة بواقع 61 ذهبية 52 فضية 27 برونزية تعالوا نشوف بقى تقرير عن اليوم الختامي للبطولة طبق العالم للخماسي 33 دولة مشاركة بجمالي 700 لعب ولعبة الحرك شايف في البعد إزاي ده في التنشير السياحي كمان وفي البعد والرواج السياحي في المحفظ شايف أن احنا النهاردة عملنا 33 سفير من 33 دولة هما اللي هيكلموا عن مصر هما اللي هيكلموا عن بور سعيد هما اللي هيكلموا عن بور فؤاد هما اللي هيكلموا عن رياضة في مصر هما اللي هيكلموا عن سلوكيات الشعب المصري هما اللي هيكلموا عن سلوكيات الشعب البور سعيدي هما اللي هيكلموا عن حوفاوت للسئبال فاحنا زرعنا بزرة طيبة في 33 دولة في أجمل من كده الحمد لله هو ده مجهود زي ما قلت لحضرتك مجهود الجامعة الأكاديمية البحرية مجهود ولادنا في المحافظة مجهود ولادنا بتوع الشباب والرياضة فده مجموعة العمل اللي تنظمت وتناغمت مع بعض انها تقول ان هي بتحب بلدها ازاي وتلعوا لقطة الحب البلد هي دي الحقيقة لان دي رسالة للعالم كله مصر وبرسعيد وبرفؤاد فالمشهد ده طبعا احنا بنقيد اكتشاف هذا الشاطئ شاطئ بورفؤاد يعني مكان عبقري ففعلا احنا قدرنا بتعاون مع محافظة بورسعيد وبرفؤاد ان احنا نحول هذا المكان لهذا المنظر اللائق يعني على مدار الايام الماضية خمس ايام اكتر من 700 متصابق من اكتر من 30 دولة من المختلف دول العالم من افريقيا من اوروبا من شرق اسيا من اسيا كل العالم كما وجود هنا فده شيء يعني يؤكد ان احنا قادرون دائما قادرون وبرضو بلسوا قادرون حقيقي كل الشكر للشباب اللي اشتركوا المتصابقين كلهم وشباب قادرون باختلاف والفالنتيرز او المصوّعين من شباب بورسعيد ومن كل شباب مصر حقيقي شيء رائع كل الجهود دي تضافرت فعلا عن نتحول هذا المكان بهذا المنظر الرائع اللي احتضن كل الشباب العالم في هذه الايام فليكو كل الشكر وكل التخدير وكل من اسم في هذا الجهد له تحية التخدير واحترام وتظل مصر دائما هي واحد الامن والامان في العالم كله ان شاء الله البطولة النهاردة هي اعتقد نكون بداية للبطولات الشاطئية الدولية النهاردة بنتكلم في خمس بطولات ان شاء الله خلال العام الحالي تكون موجودة في محافظة بورسعيد كمان طبيعة الشعب بورسعيد شعب مضياف الشعبي بيرحب دائما بالزائر الاجنابي اللي بيكون موجودة على ارض بورسعيد خلينا اقول كمان ان شغف اهل بورسعيد بالرياضة بصفة عامة كورتك خدم على وجه الخصوصه شغف كبير جدا عندنا فعلا من شرم الشيخ والغرداء وكل شواطئ مصر في العالمين شايفين البطولات اللي مصر بتكتسبها فدي بداية ان شاء الله تكون بداية لصدافة كثير من البطولات الدولية بورسعيد بتشهد حدث تاريخي بطولة من اهم بطولات الاتحاد الدولي في الخماسي الحديث اللي تم تنظمها بشكل رائع وعلى اكمل وجه وزي ما دايما بنقول طبعا ان النجاح دايما بيبانيتك شراكة يعني ما فيش حد بينجح لوحده برحية النهاردة شراكة رائعة ما بين وزارة الشباب بالرياضة واللجنة الولمبية اتحاد المصر الخماسي الحديث محافظة بورسعيد طبعا والسيد المحافظ الراجل العظيم الوقت محيد بحبشي للحياة من اول ما يعني بورسعيد فازت بتنظيمة زي البطولة ويعني بورسعيد تحولت الحياة لوحدة عمل يعني شغال 24 ساعة قدرت تحول الشط بتاعنا الى مكان يعني كل دول العالم الحياة شادت به احنا كان عندنا حوالي 30 دولة موجودة اكتر من حوالي 700 لاعب اشادة بالبطولة بشكل رائع ناس بتشارك في البطولات دي بقى لعشر سنين وخمستاشر سنة كلها يعني اجمعت ان دي ممكن تكون من احسن البطولات او احسن بطولة يمكن في لعبة الباسل والتراسل حصلت على البطلاق ودلوقتي وصلنا الاخر فقرات حلقتنا وهي فاقرة وانشوت دلوقتي جي معدنا مع اخر فقرات حلقتنا وهي فاقرة وانشوت واللي بنركز فيه على اللقطات الايجابية والاخبار الايجابية في الوسط الرياضي ولقطة اليوم من داخل ملعب اليانز ارينا بألمانيا واللي شهد مباراة المنتخب الالماني مع منتخب هولندا في منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من بطول الدولي الامم الاوروبية وشهد ملعب اليانز ارينا لقطة اكتر من رائعة لقطة اكيد بيستنيها اي لعب مع نهاية مشواره مع منتخب بلاده اللقطة اللي بيحس فيه ان هو قدم شيء ونجح في اسعاد جماهير منتخب بلاده وكان اكيد فيه لحظات مبرح من التشجيع الجنوي طبعا الرباعي المنتخب الالماني طبعا جاندو جان وطاني كروس وتومس مولر ومانويل نوير قبل طبعا انطلاق مبارات المانيا وهولندا وقامت الجماهير الالمانية برفع كده صور اللاعبين الاربعة تكريما لمشوارهم مع المنتخب الالماني كمان منح الاتحاد الالماني لكرة القدم هداية اسكرية للرباعي تكريما كده لمسالاتهم الحافلة مع المنتخب الوطني طوال السنوات الماضية وذكر الموقع الرسمي الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان الاستقبال كان حافل من جماهير ملعب اليانز ارينا لاربعة من اساطير طبعا المنتخب اللاعبة طبعا عايز اقول لكم جاندو جان وكروس ومولر ونوير لقد كانت افضل نهاية بالفعل ده اللي هما كتبوه وزي ما احنا عارفين ان نوير مولر وجاندو جاند اعلنوا الاعتزال على صعيد الدولي بينما اعلن كروس اعتزال وكرة القدم بشكل نهائي بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج اخبار انطاعم يارب نكون اوفناكم بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية شوفكم بخير وإلى اللقاء